اشتركوا في القناة كراس من رعي الكنيسة هناك تواصل مع الأمن وأهل الفتاة وبعد كده بدأت طبعا خطوات تسليمها من الإسماعيلية لأمن بني مزار وده اللي قالوا قسرتها لينا ان هم كانوا في طريقهم علشان يبتدوا يستلموها من بني مزار محدش عارف طبعا أسباب اختفاء لكن كان في بعض الأقوال اللي بتقول أثناء العصور عليها ومع قد سابونة كراس كانت بتبكي بشكل كبير وما قالتش إيه الأسباب اللي خلتها تختفي أو إيه اللي خلها مشيت من بني مزار بحافظة المينيا وتروح لغاية الإسماعيلية لكن عموما بننصح كل أسرنا الحقيقة أنهم ياخدوا بالهم من بناتهم ويبقوا عارفين بيصحبوا مين ويكلموا مين ولو برضو في ضغطات نفسية من الأهل والأسر يحاولوا يصحبوا بناتهم وخصوصا في فترة زي كده دي فترة مراقة طبعا وأنه الأهل والكنيسة عندهم عامل كبير جدا بالنسبة لحقصة اختفاء الفتيات والكلام ده كله بنشكر ربنا من أجل عودة مونة أشرف وبنتمنى عودة كل فتاة وكل سيدة مختفية عن بيتها